أهدا للانطلاق فتحت البوابات وانطلقت الأفراس المنتجة محليا عمر أربع سنوات فأكثر على بركة الله تعالى التي فازت من سباق إلى ثلاثة سباقات في شوطن السادس من علامة الألف وستمائة متر وكما تشاهدون الانطلاق في هذه اللحظات كما نشاهد غلاري ماس المحاولات تأتي أيضا من الخارج لنسانيس في محاولة كذلك من كمونة للدخول في المراكز المتقدمة في هذا الشوط مع محاولات لشقرب دور أيضا غلاري ماس والتقدم من الخارج الآن المحاولات لنسانيس مع جاير رندون أشاهد كذلك كسبا تحاول في هذه اللحظات غلاري ماس تقدم للمركز الأول في هذه اللحظة كذلك كسبا في المركز الثاني المحاذاة تنافس على شد المحاولات لصداق الأمن الداخل محاولات تأتي لعشان ثنية المرشحة الأقوى للفوز في هذا الشوط فيما المحاولات لسجة بال أيضا في محاولة للدخول على الخط في هذا الشوط المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم والمحاولات لغلاري ماس محاولات من الخارج الآن لعشان ثنية المرشحة الأقوى للفوز في هذا الشوط عشان ثنية تأتي ابنة كابا المرشحة المائتي متر الأخيرة في هذا الشوط عشان ثنية عشان ثنية المرشحة الأقوى ومصادقة على الترشيحات للصطبل الأحمر ليسموا الأمير فاسر من خارج بن عبد العزيز ترجمة نانسي قنقر